تواحدة من أسرع المحاكمات ربما ربما يعني في تاريخ المتابعة والقضاء ما تبعتش ولا شفت يمكن قضية أسرع من هذه القضية اللي بيصدر فيها تحقيق 48 ساعة تحال للمحاكمة ومحاكمة جلسة والجلسة التانية بتاخد قرار من المحكمة بإجماع الأراء بحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي وكمان ما تنتظرش شهر يعني كان المفترض أن المحكمة تحكم أو تدي هزق لمدة شهر لا ده بعد ست أيام تحكم في هذه القضية فحنا نتكلم على عدالة هي الأسرع الناجزة عشان حق نيره وحق المجتمع كل التحية لقضاء مصر العادل والنزي كل التحية لقضاء الأجلاء ساتمشار الجليل بهاء الدين المري ساتمشار الجليل أحمد لطفي حسنين ساتمشار الجليل سعيد عبد الرشيد السمادوني لكم كل التحية والاحترام كل التحية للنيابة العامة المصرية وساتمشار النائب العام حمد الصوي وكل رجال النيابة العامة قضية زي ما قلت لحضراتكو وبأكد في هذا الأمر هنتكلم في تفاصيل كثيرة جداً لأن القضية كان عندنا حظر نشر وما كانش مسموح بالنشر ولكن خلاص ما بقاش دلوقتي في حظر نشر بعد أن قالت المحكمة النهاردة كلمتها بأحالة أوراق المتهم القاتل محمد عادل إلى فضيلة مفتي الجمهورية وهيكون الحكم يوم الأربعاء اللي جاي الأربعاء ستة يوليو بنتكلم على سرعة وعدالة ناجزة وبالمناسبة حصل طبعاً تفاصيل داخل طبعاً اللي قدام حضراتكو هيئة المحكمة أثناء النهاردة قرار لأخذته المحكمة أهالي المتهمين وأهالي والمواطنين في المنصورة زغريت ورقص وفرحة كبيرة جداً وطبعاً الطالبة نيرة وفي القفص القاتل محمد عادل وده طبعاً لأنه ما كانش فيه تصوير النهاردة وليه وقفة مسألة التصوير اليوم هتكلم عنها دلوقتي ليه وقفة هتكون دلوقتي وقفة حوالين الإعلام سيد المشهر عمر مروان وزير العدل السيد محمود توفيق وزير الداخلية الإعلام يؤدي دوره وسائل الإعلام للراحة النهاردة تحضر المحكمة وسائل الإعلام ملتزمة بقرار حظر النشر ولكن المحكمة سمحت بوجود الإعلام ليكون موجود داخل القاعة أثناء القرار الذي تتخذ المحكمة وللأسف الشديد بقول للأسف وهذا أمر